بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا العزاء اهلا بكم بعد تعرض ناقلتان نفط سعوديتان قبالة سواحل الامارات لعملية تخريبية ده جي غداة اعلان الامارات عن تعرض اربع صفن تجارية للتخريب في المياه الاقليمية الايران الاماراتية قبالة ايران بالقرب من ميناء الفجيرة الذي يقع على بعد 115 كم من ايران هنا بنبدأ او بنتحدث عن ما يسمى استفزازات ايران في المنطقة وتعرض مضيق هرمز لعمليات خناق او استفزاز ايراني وطبيعة هذا المضيق وهنتعرف ان شاء الله برضو في الفيديو على كيفية ايجاد مخرج او بديل لتنقل النفط من الدول الخليج العربي في حالة اغلاق هذا المضيق تابعوا النهاردة في الفيديو هنتعرف مع بعض على معلومات عن مضيق هرمز هذا المضيق الحيوي الذي يعتبر اهم المضايق في العالم واللي بيربط مناطق مهمة جدا زي منطقة الخليج العربي بيفصل ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة اخرى يعني بيعتبر المنفذ البر الوحيد البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر بتطل عليه من الشمال يعني لو حبينا ننظر ليه عن كرب مضيق هرمز طبعا الصورة بتوضح هنا الصورة الواقعية للمضيق وهو يعني is a straight between the Persian Gulf and the Gulf of Oman بين خليج الفارسي أو خليج إيران وخليج عمان we provide the only sea passage from the Persian Gulf to the open ocean and is one of the world's most strategically important talk points يعني واحد من اهم النقاط الاستراتيجية أو الممرات الاستراتيجية في العالم ويعني له صور هنا لو حبينا نشوفها هذي صور المضيق عن كرب طبعا المنظر جميل جدا ولكن بيخفي فطياته المضيق يعني مشاكل وخبايا كبيرة ان شاء الله هنعرفها النهاردة ونتعرف عليها في هذا الفيديو ان شاء الله نرجع لموضوعنا مضيق هرمز طبعا الصورة بالأكمار الصناعية عن كرب بتوضح المضيق هو المضيق يعني بتطل عليه إيران من الجهة الشمال في محافظة اسمها بندر عباس اللي هو حضراتكم شايفينها أمامكم هي وبرضو من الجنوب في سلطانة عمان تحت هنا سلطانة عمان جنوب الإمارات وبرضو بتشرف عليه الإمارات أو بتطل عليه الإمارات في جزء من هذا المضيق طبعا ده أضيق منطقة أو أضيق نقطة في مضيق هرمز هذا المضيق الحاوي الاستراتيجي طيب النهاردة طبعا هنحاول نعرف مع بعض أهمية هذا المضيق ومعلومات عن تاريخية عن هذا المضيق وصوب إخراج النفط أو تصدير النفط في منطقة الخليج العربي بالنسبة للدول اللي بيعتبر هذا هو المنفذ البحري الوحيد لها زي العراق أهم دولة من الدول المصدرة للنفط اللي بتعتبر رقم اثنين في العالم العربي من الدول المصدرة للنفط بعد المملكة العربية السعودية والإمارات بتكون رقم ثلاثة طبعا هو سمي بمضيق هرمز يعني بالنسبة لمملكة هرمز القديمة ودي كانت أحد ممالك البلاد فارس القديمة وطبعا القانون الدول اللي بيعتبر هذا المضيق هو جزء من أعالي البحار وبالتالي لكل السفن الحق والحرية في المرور فيه طالما السفن العبارة لا تضر بسلامة الدول الساحلية المطلة على هذا المضيق أو يمس نظمها وأمنها وبالتالي في إبريل سنة 82 اعتمدت اتفاقية دولية لقانون البحار وذلك من جهة الدول المطلة على البحار وأهم ما في هذه الاتفاقية في مادة يا جماعة اسمها مادة 38 بتتمتع أو بتنص على أن تتمتع جميع السفن العبارة للمضايق الدولية بما فيها مضيق هرمز بحق المرور دون أي عراقيل سواء كأن هذه السفن أو ناقلات تجارية أو عسكرية إذن يحق لأي سفينة أو ناقلة أنها تمر في هذا المضيق طالما أنها لا تمثل عدوة لأحد الدول التي تطل على هذا المضيق أو تهدد سلم وأمن هذه المنطقة منطقة الخليج العربي اللي بتعتبر أحد أهم منطقة استراتيجية في العالم طبعا وما ينص عليه التفاقيات مضيق هرمز بيتنص عليه حتى في قناة السويس عبور السفن من هذه المنطقة في مضيق جبل طارق في مضيق باب المندب اللي هما بيعتبروا سلاس مضايق الرئاسية في العالم العربي طيب في مضيق هرمز في مؤتمر يعني لو نرجع تاريخا كده لسنة 58-60 مؤتمر كانت جينيف حاولت إيران خلال مؤتمر الأول والتاني اللي نعكده في هذا الوقت إنها يعني تطالب بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره ضمن مياهها الأقلومية لكن الطلب رفض من كبل جميع المشاركين في مؤتمر قانون بحار جه بعدها سنة 80 طلبت إيران مجددا بحق الإشراف على مضيق هرمز لكن الطلب رفض كليا للمرة التالتة لغاية ما جاء القانون اللي قدته حضراتكم عليه سنة 82 واللي نص على إنه هذا المضيق هو مضيق دولي مضيق تتمتع فيه جميع السفن العابرة بحق المرور دون أي عراقيل سواء كانت سفن تجارية أو عسكرية طيب مضيق هرمز طبعا فيه مجموعة من الجزر القريبة منه يعني بنجد مثلا فيه جزر صغيرة غير بأهولة أهم جزر فيها جزيرة كشم الإيرانية اللي هي ممكن يعني هذه الجزيرة جزيرة يعني غير كسيفة لعلى السكان فيه جزيرة لارك أو لارك هذه الجزيرة الإيرانية وفيه جزر متنازع عليها بين إيران والإمارات زي طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى الجزر اللي يعني فيه بينها أو بتحتلها إيران هي الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران زي دي مثلا جريتر طمب التمب الكبرى ودي سمالة طمب أو ليسر طمب اللي هي طمب الصغرى دي جزر إماراتية ولكن للأسف سيطرت عليها إيران عنوة في هذه المنطقة إذن المضيق مهم جدا ولكن إذا كنا بنبحث أو بنحاول نعرف عمق المياه في هذه المنطقة في منطقة المضيق اللي هي المنطقة دي تحديدا هو طبعا بالفريسي بسموه تانك هورمز أو ستريت أو هورمز مضيق هورمز المنطقة هناك عرض المضيق من الإمارات لإيران بيبلغ حوالي خمسين كيلو لكن قضيك نقطة فيه أربعة وثلاثين كيلو متر لو بحثنا مثلا أو بصين على عرض مضيق جبل طارق بنجد عرضه قضيك نقطة فيه حوالي أربعة وثلاثين كيلو متر هنا قضيك نقطة حوالي أربعة وثلاثين كيلو متر بالنسبة للعمق المضيق في هذه المنطقة بيصل من ستين لتمانين متر فقط في هذه المنطقة طبعا عمق مش عمق جدا لكن بيكفي لعبور أي سفينة أو أي ناكلة النفط في العالم وهو عمق أعمق من قناة سويس بالتأكيد بتعبره من عشرين لثلاثين ناكلة نفط يوميا بمعدل ناكلة كل ست دقايق لو في حالة الزروة والمضيق بيحمل حوالي أربعين في المية من النفط العالمي وتاريخيا هذا المضيق يعني مر بأطماع كبيرة جدا حاولت تسيطر عليه عدد من الدول أو عدد من الدول اللاعبة استراتيجيا في العالم كله واحتل من البرتغال احتل من بريطانيا اللي كانت بتحتل الهند في ذلك الوقت وكان بيطلق عليه وقتها مضيق باب السلام واعتبر يعني كانت بريطانيا بتستخدم هذا المضيق كمفترق طولها لأنها من الدول اللي كانت مسيطرة على الهند تسرع عليه عدد من الدول الفرنسيين والهولنديين يعني منطقة كانت مطمعة كبير جدا لعدد كبير من الدول من دول العالم يا جماعة فالمضيق مهم جدا وحيوي جدا طبعا دي منطقة رأس الخيمة اللي هي يعني أهم مناطق الإمارات وهي الأقرب في الإمارات لإيران لكن دي المنطقة اللي هي الفجيرة دي مدينة الفجيرة وميناء الفجيرة اللي هو يعني المنطقة اللي فيها تعرضت للهجوم الهجوم الإيراني ويعني هي بتقع على بعد أكثر من بيت كيلو بالإيران يعني هي ليست الأقرب في الإمارات لإيران لكنها تعرضت لهذا الهجوم وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم ولكن أصابع الاتهام موجهها بالتأكيد نحو إيران بحكم العدوة التاريخية للدول الخليج العربي إذن إحنا بنتكلم على أطماع تاريخية وأطماع إيرانية في هذا المضيق ومضيق بصراحة مضيق مهم جدا زي ما قلت حركه أهم الدول بتعتمد حتى أمريكا نفسها بتعتمد على يعني أحد مثلا السفن اللي كانت تعرضت العملية التخريبة الإيرانية كانت متجهة بتشحن النفط هتشحن النفط وتتجه للولايات المتحدة الأمريكية فبتعتمد عليه الدول العديدة وبتعتمد عليه للولايات المتحدة والصين اللي هما بيعتبروا أهم الدول المستهلكة للنفط في العالم طبعا بعد أصدرت للولايات المتحدة الأمريكية القرار أو أصدر دونالد ترامب القرار بمنع استراد النفط الإيراني وإصدار عكوبات على إيران وعلى أي دولة تتعاون معها أصبح الوضع في غاية الخطورة في هذه المنطقة والعملية أصبحت حساسة جدا بسبب التوتر اللي حصل بسبب هذا القرار طيب ماذا لو تملك هذا المضيج بسبب عداوة الماء أو بسبب حروب مثلا إيه لا يحصل؟ طبعا فيه طرق بديلة ولكنها طرق أكثر صعوبة وأكثر تكلفة يعني مثلا في حزيران 2012 المملكة العربية السعودية كانت فتحت خط أنبيب عراقي عبر المملكة العربية السعودية فهنا مثلا بنجد قد العراق العراق في الشمال طبعا فوق هنا مثلا العراق منفز وحيد لها هو ميناء البصرة أو منطقة البصرة هنجد أنها بتصدر أو فتح خط أنبيب بيمر عبر المملكة العربية السعودية بيقطع شرقها لغربها وهذا الخط بيصل إلى ميناء البحر الأحمر بيكون لديه قدرة على أنه يحمل أكثر من مليون برميل يوميا برضو في عام 2012 ودي الأهم في الإمارات بدأت الإمارات العربية المتحدة أنها تعمل خط أنبيب نفط حبشان الفجيرة الجديد طبعا هنا الإمارات هنجد مثلا أن من هذه المنطقة إذا حبينا أن النفط يعدي بدون أنه ما يمر على هذا المضيق ويتعرض لحرشات إيران ومضايقتها هنعبر هذه الأراضي أو أراضي الإمارات من شمال إلى الجنوب حتى نصل إلى منطقة الفجيرة والفجيرة هي المنطقة التي تعتبر بعيدة نسبيا عن المضيق أو بعيدة نسبيا عن الحدود الإيرانية البحرية ولكنها تضح أنها لم تكن في مأمن من الهجمات الإيرانية وبالتالي إحنا هنا لما بنعدي أو بنعبر من هذه المنطقة الشمالية إلى الجنوب بدون أن إحنا ما ندخل للمضيق هورمز بخط أنبيب يمر تحت الأرض ده بيكون يعني بيتفادى العبور في مضيق هورمز وبيحمل هذا الخط حوالي 2 مليون برميل نفط في اليوم يعني حوالي 3-4 معدل إنتاج الإمارات أو 3-2 معدل إنتاج الإمارات هنا اتكلمنا على أن المضيق مهم جدا المضيق حيوي ولو أهمية استراتيجية نتمنى هدوء الأوضاع في المنطقة ولكن بعد التحرشات الإيرانية الأخيرة أو أصابع الاتهام موجهة لإيران في هذا الإطار لا يوجد مفر إلا أن دول الخليج العربي أو الدول التي ليس لها منفذ إلا مضيق هورمز وهي طبعا دول زي العراق الكويت طبعا ملهاش ممر غيره قطر برضو ملهاش ممر بحري غير مضيق هورمز ولكن قطر حاليا بتتمتع بإلاقات طيبة مع إيران يعني هذه الدول يجب أن تحاول أن تجد حلا بديلا لهذا المضيق بسبب طبعا توتر الأوضاع في المنطقة أتمنى أكون وضحت لحضراتكم آخر تطورات أو شرح لمضيق هورمز وأهمية الاستراتيجية وعلاقة أو هي عملية جيوسياسية بمعنى الجغرافيا بتتحكم في السياسة هنا أو السياسة بتتحكم في الجغرافيا وعدوة بين دول متجاورة تحكمت في مصير ناكلات نفط وعملية تمويل النفط العالمي طبعا بنشكركم شكرا جزيلا وتمنى من حضراتكم المتابعة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله